شاب بيسأل بقول أنه يمارس العدد السرية منذ زمن طويل وبكثرة اتجاوز وقعد فترة متجاوز وبعدين رجع تاني يمارس العدد السرية وبيقول للأسف مش بحس بلازة ولا متعة إلا بالعدد السرية وطول ما أنا مع امراتي بحس أني مقيد بينما في العدد السرية بحس متعة وحرية أكبر إيه الحل؟ الحل عنده هو طول ما هو حطت العدد السرية في الحسبان هو لا يمكن هيستغني بزوجته عنها فهو لازم ياخد قرار مع نفسه أنه لا يوجد عدد السرية في الموضوع لا يوجد أبدا في محيط رؤيته أو تفكيره عدد السرية هو مقيد مع زوجته لأنه العدد السرية بيبقى خياله فيها سارح بشكل عدد لا نهائي من الناس عدد لا نهائي من السيدات عدد أشكال لا نهائية من المتعة ولكن بنقوله أن ده حيعود عليك بالخراب لأن زوجتك من حقها أن هي تبقى مستحوزة على تفكيرك وعلى رغبتك كلها طول ما أنت عمل لها شريك هي عمرها ما حتصل لده وكلام ده حيوصل لها إذا ما كانت النهاردة حيبقى بكرة وساعتها حيبقى فيه وبال شديد وحيبقى فيه انفجار غضب شديد منها لا هو في إيده هو أنه هو يأكسكلود يسموها أكسكلوجين of the masturbation دي حاجة دكتور السؤادة بتكرر كتير جدا يعني يمكن إحنا برضو أسمحيلي يعني إحنا بنقرأ بنقرأ كتير جدا أسئلة بالجنة على الفيسبوك يقول لك أنا شاب ولسه ما اتجاوزتش وبمارس العادة السرية وخارف لما اتجاوزت أثر عليها لكن أصبح الأغلبية من الأسئلة النهاردة هي الأكتر من الشباب متجاوزين ويفضلوا العادة السرية على إقامة علاقة حميمة مع زوجته وكمان للأسف على النقيد في الطرف الأخر الأنثوي سيدة متزوجة وأظن أريناك كتير جدا تفضل ممارسة العادة السرية عن إقامة علاقة سريعة مع زوجته إيه الأسباب وإيه العلاج شوف أنا أنا ما أقول لسه حردك ببنة نظري إيه في الموضوع ده أنا شايفة أنه هو الناس بدأت تبقى عايزة أي شيء سهل بدون أي مجهود ما فيش حاجة بتبقى مثمرة بدون مجهود يعني أي حد مش عايز يان مجهود فإن يبطل العادة السرية مش هيبطلها اللي مش عايز ياخد قرار أنه هو يكتفي بزوجته مش هيكتفي بيها اللي مثلا كان عنده حتى كان زير نساء وعنده علاقات كثيرة قبل الزواج وما خدش قرار أنه أنا لا يمكن هرجع على علاقات دي مع أنه وقعها لطيف عليه يعني هو كان بيبقى مبسوط بيها لكن إذا ما خدش قرار أنه هو يتوب ويرجع إلى الله وأنه هو يكتفي بزوجته عشان الحلال يبقى مش هيبطل ما فيش حاجة أنا برضو بقول كويس من الفرصة نحن نقول للناس ما فيش قرصة حنبلعه حيدينا إرادة حبوب الشجاعة والإرادة بتاعة أرض النفاق دي مش موجودة على وجه الأرض احنا لازم نتعب عشان نصل اللي احنا عاوزينه فمن ضمن هو خلص هو حد أصرف جدا في العادة السرية ربنا نسترها معاه ما جروش ضعف جنسي زي ما كثير قوي بيجي لهم يبقى الحمد لله يحمد الله أنه هو لأ زوجة صالحة يبقى يوظف فيها طاقته وبيقول أنا بحيث أن أنا مقاهد معلش دي مرحلة انتقالية عشان أنت تنتقل من البراح اللي نهاية له بخيالات مختلفة بسيدات مختلفة وربما يكون بيشاهد كمان أفلام مش مظبوطة إلى شريك واحد في العلاقة فطبعا تقلص الشركاء إلى واحد ده حياخد وقت على ما تتعود عليك طول ما انت عينك وودنك وزهنك وتفكيرك وممارستك مع أشياء أخرى لا يمكن ده حيحصل ولا فيه قرصة هتبلعه حيغير الواقع ده شكرا